موسيقى موسيقى الذين يقولون بأنه لا يمكن إبعاد السياسة عن الحياة اليومية كل شيء في حياتنا هو سياسة لكن هذه السياسة تأتي أحيانا على شكل فن تأتي على شكل مواضيع رأينا في هذين المعرضين اليوم صور انطباعية عن مشاعر نبيلة تتعلق بقضايا الوطن تتعلق بمعاناة الإنسان كموظف وأيضا كمواطن ورأينا أيضا الإبداع الآخر في اللوحات التي تدل على عمق التفكير في حاضر وماضي الوطن وضرورة استمرار ما هو إيجابي في وطننا ولا يمكن الحفاظ على ذلك إلا من خلال الفن الحقيقة المعرض اليوم اللي بيضم أعمال فنانين جميلين الستة محمدية والسيد عيسى تناولت مواضيع مختلفة متعددة من التراث السوري والأفكار الانطباعية واللي بيتمثل رؤى مختلفة من وجهة نظر فنية الحقيقة والسكمالة اللي اللي ذكروا الدكتور فيصال الفنان السوري ليس قصير العمر عمره يمتد أكثر من عشر تلاف عام هي عمر الحضارات العديدة والمتعاقبة اللي تعاقبت على الأرض الطيبة الطاهرة السورية الحقيقة هالفترة الزمنية أنضجت التجربة الفنية لدى الفنان لذلك نعكست باللاوعي من خلال أعماله هلأ أول شيء أنه العنوان حديث بصري هلأ هو بجوز يكون أعمق من حديث لأنه هو مثل تفكير أو ممكن تكون قناعة معينة أو فلسفة معينة أنه بكل شيء حولينا يعني أو هو أنا بحب أنه تناول موضوع معين أو فكرة معينة وأنه حاول أظهرها بالألوان هلأ بحس أنه نحن بالحياة خصوصا جوز خلال الأزمة أنه الأزمة كتير قاسية علينا وكتير فيها أشياء كتير يعني صعبة وكتير قوية فأنا بحس أنه الألوان كمان يمكن تكون هي على قوية لأنه كمان يعني هيك على على زوية هالأحوال هذه عاملة نوعين من الأعمال عرفت كيف أعمال تقريبا واقعية وأعمال مودرن شوي أنا حبيت الطريقتين وأنا بترك للفنان أو الطالب يعني حرية الاختيار يعني أنا ما بحب قيده بحب يشتغل على راحته يعني أنا بدله للطريق الصحيح عرفت كيف هاله هي الواقعية وبعدين هو يمكن يعمل معاصرة ممكن يرسم شيء من أحاسيسه الخاصة فهو حر حديث بصري حديث بصري يعني بيعتمد على الرؤية البصرية في عندي زمينتنا الفنانة المحمدية رسمة ألوان ألوان حارة ألوان فاقعة أنا اختصاصي لغرافيك الغرافيك بيعتمد على لونين الأبيض والأسود طبعا هذول اللوحتين المتجاورتين ما بين الألوان الفاقعة الأحمر والأخضر وأصفر بالألوان النارية ما بين الألوان الهادية الأسود والأبيض فالثنين مكملين ببعض بس الاثنين عبارة عن حديث بصري العين شافت هناك وشافت هون فعنا توازن بالفن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر